هذه حياتي و انا حر فيها نتزوج ما نتزوج هذا بابا و انا هودا هذا هو الرد من اللي سويلته عش تزوجتي بهذه السرعة وماما بقى يالله توفات 15 يوم بقى نقعمة مسحنا دموعنا عليها وبابا قلب على راسه و تزوج حشما تقدم الناس ايواتسنو نبدأ لكم قصتي من الاول لكي تعرفوا على ماما و على بابا و كيف كانوا عايشين و كيف مرضات ماما و فقتها ماتت و لماذا بابا تزوج بهذه السرعة ماما و بابا تزوجوا بعد قصة حب كبيرة و من اللي تزوجوا داروا يد في اليد وتعاونوا لكي يوصلوا ماما كانت معلمة و بابا خدام في شركة المهم كانوا متعاونين نحن من اللي تزوجنا عينينا انا و وجوج اخوتي كبير مني ألقينا راسنا في واحد دار زوينة بثاف كبيرة و مجهزة و مؤتة من ذلك الشي رفاع ماما ضربتها مارة حيث كانت تتقرف واحد العروبية بعيدة و كانت تدير لعنا ذات اما بابا كانت يخدم غير قريب كانت مسكينة تمشي في الصباح و تجي حتى العشية بعد المرة تدخل حتى الليل كانت ضربتها مارة بالصح ولا اني متهمش كانوا تبغيوا بعضياتهم و تساندوا بعضياتهم و كان واحد تحنى للاخر نحن نعلم تنقذ نحن نعلم في هذا الجو جو وزوين اقام غير بالحب والحنان نصر في أخي كانت تنقل على ماما و بابا و قاعدا و انعمت موجود عشانة مع بعضياتهم ان يشربوا و قهيوة و موجودوا مع بعضياتهم كانوا تبغيوا بعضياتهم بالصوص هكذا حتى نعلم و هكذا نعلم نعلم المهم في الأيام أماما مسكنا عفرات وقراتنا حتى وصلتنا أخوتي داروا الهندسة بجوجهم وأنا درت انفغمياخ المهم كانت تقاتل على وجودنا الدار اللي كنا سابنا فيها بابا هو اللي شرى الأرض وماما هي اللي بناتها بناتها وفرشاتها وقتاتها كانت دار زوينة بزاف اللي تخليها تبغى يحمق عليها أما بابا فلوسه تقول لي وما تقاسهمش جمع فلوسك باش نديروا شي عاقار يرضى علينا الفضل ودك شي اللي كان بابا كانت يجمع الفلوس تيجمع الفلوس حتى شرى جوج دي المحلات وكراهو مورجو علينا الفضل فعلان المهم كنا بيخير علينا مخصنا حتى خير ولأن ماما ضربت تمارة وكانت بعيدة علينا النهار كامل كان ضروري تكون شي وحدة اللي ستساعدها في الضار حافظة كنا تنعيط لها تطاح حافظة حلينا عينينا فيها كانت تتعاون ماما على التربية دينا كانت هي الدراع لي من دي الماما ما نقول لكم تطاح حافظة كانت نعم المرأة والضرافة والحترام والأدب وكانت هي وماما بحلي تقول أختها وبابا كانت تحتارمه بزاف وحتى هو تحتارمها وموقرها المهم كنا عايش بخير ماذا تكون ماما في المدرسة نحن مع تطاح حافظة مخصنا حتى خير ماذا نقول لكم هكذا كبرنا كبرنا في واحد الجو هادئ بزاف ماذا واخوتي يكملوا قرايتهم في الخارج وأنا بقيت مع ماما وبابا وتطاح حافظة أنا عندي 27 عام وتطاح حافظة 27 عام وهي عندنا في الضار النهار اللي ولدتني ماما جات عندنا تطاح حافظة جابوها لها غير شيء ناس قالوا لي ركينا واحد السيدة ومطلقة وإلى بغتيها تخدم عندك في الضار وجابتها في الأول قلت سوف نرى ولكني لقيتها بأنها مرام زيانة وقلست معانا حتى لهذا الوقت هذا حتى قلت عندي أنا 27 عام 27 عام وتطاح حافظة معانا وليداتها كانوا عايشين مع دارهم وهي عايشة معانا حنايا كانت تمشي عندهم غير سبت الحد وبعد المرات هم تأتي وعدنا من اللي كبرنا وكملنا قرأتنا ماما قرأت لكي تقاعد النسبي وقلست في الضار أيوة من اللي زيانت لي هاليام وقلست في الضار لكي تقابلنا وتكون معانا مرضات مسكينة مرضات بالكونسير لكي أقول لكم كلها الكونسير كلها بالمقول بقيت مسكينة المدة دي العام وهي نعسى في الفراش بابا كان غاية تسطى عليها عرفته شنو هي مراته تمرد مرات اللي بغاها وعشقها وكانت هي كل شي بالنسبة ليه مرضات صافي تخلفك تئاب كانت حالتنا حالة بعد ما كنا ناشطين وفرحانين كل شي تقلب ولينا في واحد الحالة خايبة غير المرض والحزن تنشوفوا ماما قدامنا نهار على نهار تتكفس الحالة ديالها أنا كنت أنفى مياغ مع الدولة ذاك شيء علاش عينوني في واحد المدينة بعيدة على المدينة ديالنا صافي كنت مضطرة أنني نمشي نسكن بعيدة على دارنا بقات ماما وبابا وطاطا حافظة هم اللي كانوا مقابلنها العلاج ديال ماما كان صعيب والأكثر يملي تدير الشيميو تجيب سكينة حالتها تتبقى واحد سيمانة وهي مرفوعة ما تتقدر لا توقف لا تهدر لا تتكلم غير الآلام واحد الحالة ما نقول لكم شكيفة شدائرة بابا كانت يعاني أنا كنتم قنسول على بابا هو الأول لأنه حالة دياله أشان قل لكم كان عقلي كله مع ماما وحتى أخوتي كل ساعة كنت يسوله يسوله في الصباح وفي العشية حياتنا تقلبت في لحظة كل شي تتقلب والله عندنا غير الحزن والأكثر هي بابا مسكين بابا كانت يعاني في صمت بالنسبة له الدنيا ضلامت قدامه ماما مسكينة والله تريد أن تبدأ في الفراش تنجي أنا في الويكند تلقى حالتها حالة تلقى بابا هو وطاطا حفيظات يخرجوا ويتقدى ويتصاوبوا الماكلة مع بعضياتهم ما نكذب لكم ويجب أن نرى إنسجام بين بابا وطاطا حفيظة حتى هذا الحزن الذي كان في بابا في الأول وبكاء والدموع بحل ذلك كل شيء كل شيء والله تمسكينة ماما تتعاني غير بوحدها أيه تعاونوها تديروا معها داع ذلك شيء يبغى ينوضوها يدعوها حشاكم الحمام وليني تتعاني بوحدها المهم أن تتعاني بقلقة تبقى أن نقول مسكينة ماما يحب بوحدها في الفراش وهم يحل ناشطين لديهم حياة واحدة أخرى تتحفيتها بالنسبة لي بشيء خالتي ولا شيء عمتي شيء واحدة ليستغنى عليها وبابا كان بزيف تحتارمها وتتحتار مولين هذه الأيام الأخيرة بزيف تتهضر معاه تتشاور معاه تتخرج معاه تتقدى والمهم كان بيناتهم بزيف حوارات ودية الهضرة ذلك الشيء أنا لم أعجبني لم أكن تخبرها أخوتي لم أفهمني وليس بقلقة و أنت كنت مضطرة لكي أن نهضر مع أحد خالتي قالت له خالتي أنا أحسس الإحساس خائب قالت لي ماذا بنتي قالت له قالت له حافظة بزيف تتقرب من بابا وبابا تتقرب منها وانا تتعلمون بزيف تتكلمون بزيف ويتخرجون بزيف قالت له ما هي بنتي عادة؟ ما هي ماما اعسف الفراش؟ ما هي بريد أن يخرج مع باباك؟ ما هي بريد أن يشقق؟ يعني رأي مسألة عادية هي رأي عايشة معكم بحل ليرة واحدة منكم سوف يمكن أن ترابس لديها الحق ما هي التي تجدك الساعة في الحال ومن بعد ماما مسكينة أبقى تقريباً عامين و هي ماما اعسف الفراش سوف ينوضها غير السبطار إذا كانت غدالي واحد الوحد النهار تصل بي يا بابا يبكي وتغوت قال لي يا ابنتي ماما كمشات ماما كمشات ابنتي صافي عرفته كان هذاك أسوأ نهار عندي في حياتي صافي جيت تنجري دك الساعة علقت الناس خالاتي عماتي الجيران ضغط قلت نقول شنو الشي وش هذه الحزنة يقدر يحيد مني واحد النهار ما يمكن شهد الشي اللي طاري لي انا ماما مشات ماما صافي ما عم بقاش نشوفها المهم أخوتي واحد الإحساس ره ما تتصورش على البال عفتم اللي تتفقدوا الأم شي حاجة ره ما كاينش ما كاينش شي حاجة بحالها ايوا أخوتي صافي الناس داروا الواجب ديالهم عزاونا تيمشي وتيجي ويواسيونا صافي بقيت في الأخر أنا وبابا وطاطحة فيضا أخوتي واحد شوية أخوتي صافي بغاو يمشيه في حالاتهم اللي أنا عندهم الخدمة وحتى أنا كنت مضطرة باش نمشي عندي الخدمة بقى بابا وطاطحة فيضا وهي جي واحد خالتي قد قلسة مع بابا وطاطحة فيضا بسع مرة ما يمكنش بقى راجل مع مرة ايوا من اللي خالتي بغاو تمشي في حالاتها قلسة واحد المودسة في خصتها يتمشي لدارها عند ولداتها هضرت مع بابا نيشان قلت له دبارة حافظة خصتها تمشي في حالاتها قلت له كيفاش؟ شكولي قلت لك حافظة تمشي في حالاتها؟ قلت له وارا ما يمكنش قلت له لا يمكن حافظة تزوج بها هكذا يهي وذلك الساعة خالتي مسكينة لا يعودك الهضرة قلت له ابنتي قلت له احد الكلام لانه اليوم قلت له ايضا سأعندك الحق باباك تزوج بحافظة عارفت وانا جاءتني بحل الصعيقة لم تقدرت لم تقبلتها لم تقبلتها حافظة تكون هي مرة لم تقبلتها بالمرة وهكذا لم تقبلتها هذه اولا ثانيا ماما يلا توفت بخمسة عشر يوم وبابا يريد تزوج تخيلوا انه يتزوج بهذه السرعة عينينا بقى نفازقين بالدموع تخيلوا هو بك النهر الأول مردك شيء تتحسي به ناشط بحالة كانت عنده شيء مسؤولية وحيدها على كتاف هذه الساعة لم تقبلتها لم تقبلتها قلت له بابا ماذا بالصحة هذا الهضراء التي سمعت قال لي اين هضراء أوتاني سمعت حتى انتها قال لي يا خالتي تزوجة وحافظة قال لي وحافظة وحافظة ليس مرأة قال لي يا بابا قال لي يا مكي لولا واذا كل شيء يدخل في حياتي قال لي يا بابا رأي حياتك يا حياتي واذا نقول لكم في الساعة جاءت حالة هستيرية بدأ يغوت وتهرس في الماعل كل شيء الذي يدخل فيها هو غير يسكتنا يبقى لا يبقى تناقش معه ولا أني لا أستطيع لا أستطيع أن أسكت وقال لي أرى أمام يا الله لا يمكن أن يقول الإشارة أنك تزوجتي وماما لدينا أحساس خائب أحساس 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 أتوى أتوى هذه هي ماما التي تبغيها والعين لك تصافي ضغيها وستزوج بالإنسان التي كانت قلسة معها تتخدمها قال لي ما هذا الإنسان التي كانت قلسة معها كون ما كانت هي كرة كم ملاوحين في الزنقة أيها أخوتي هذا ماما والذي تبني سباليه ما كانت ستربينا كانت ستلوحنا في الزنقة تطحها فضا هي لربتنا والفضل ترجع لها تخيلوا بابا أكيد كانت عنده علاقة مع تاتا حافظة من اللي كانت ماما مريضة وملاوحة في الفراش ماشي نهار وماشي يومين وماشي ثلث أيام ره المدة دي العامين عامين وهي ملاوحة في الفراش ما تتعقلش على رأسها ايه واشا نقول لكم بابا درنا واحد الحالة خائبة زادنا على الموت دي الماما لا منستهى لينا لا قالوا ما يصاب الأولى لا بطكر السمصل على الوحافي لا كانوا يصاب الأولى لا يصاب الأولى كأنه يتمو من جهة أمهم لا يكفي بالإدفاع لا يكفي بالتحاجة لا يكفي بالراسه وصافي نعم ايها ما نتب له ايها ما نحضر ايها ما نعطي قلب قالوا له غير صبر من بعد رحنا يا غنقلبوا لك وحنا غنقلوا لك تزوج قالوا كيف هتقلبوا لي وشنا بقي دري صغير هتقلبوا لي انا بغيت هاد السيدة هذه هي اللي غنقض وصبح الله من حد نحن نقول له لا وهو تزيد تشبت بها بحلي تقولوا شي دري صغير وعنده شي لعبة تقولنا وشنا تنذير شي حاجة مخالف الشرع هذا شرع الله ويه راح نعرفنا شرع الله ويهن راعي لنا حتى نحن راعي لنا راعي لشعور دينا دي الخواتات دي الوالديها دي مساكنتها ومم كويين عليها ما راعي بتواحد بتواحد صافي خد القرار ديانه قالوا اللي يعجبوا الحال مرحبا اللي ما اعجبوش الحال اعطاني التسار عرفت كاذا هادرتي اللي هادرت معاه تقاطع معاه قال لي ايشتينتي ما تعاودي جدهوا عندي لداري أي من الرحمن يجبد أن يBS ن تاتا حفيدة لا يوجدت أن يدخل الضار الذي ينتهر للضار سيريد أن يريد أن يكون تاتا حفيدة wordila حفيدة هي التي Nous grocery ما أتلبته ولا أن أصحي أنت لا تريد أنها تكون في ف mañana لا أريد أنت الدور في فريسة سألقى لا أريد أن أأخذ لابسة لميقذ لم يعد أن تر بقم لفконالاليد لا تريد أن تأخذ ماما بالمرة أنا اللي أبقى فيها هي أنت تحافظة وباقة نقول لها تحافظة لأنها 27 عام ليس سهلة أنا لم أنسيت الخير ولم أنسيت العشرة ولكني هي دغية نسيت كل شيء هي الوحيدة اللي كانت متزوج ببابا لأنها تعرفت الحب اللي كانت بينه وبين ماما والعشرة اللي كانت بينه وبين ماما كانت ترفض تقول له لا إلا أنا قلب على راسك بلاس أخرى ولا إني هي القاتها من الجنة والناس القاتها بسقية كل شيء موجود وعنش غترفض من اللي لقات بابا باغيها؟ ما عقلاتش علينا ولا تواقف مرض هر ديالو وتتضرب فينا ما بقت تتحشم ما بقت تتتحيا فينا هي تطحة فيضل كانت تتخاف علينا ولا تقلق نتا تبقى تغوت تقول ماما ما تقلقيهم مش هدورهم ولادي ما نبغي شي واحد يقلقهم إيه واشغا نقول لكم كنت تشوفوا ماما الله يرحمها شحال وقفات مع هالطاتا حافيدة كانت تتعاونها على أولادها تتعطيها فوق الخلصة ديالها تتقول يا شوفي انتنا ما عندكش انتنا كي اختي اختي اللي مولدتهاش لي أمي إيه واش ما عقلاتش ما عقلاتش بازليها حتاجت في بلاست ماما هادشي كان غاي سطيني وليني معامل بابا متشبت بيها متشبت بيها فوق ما تتخيلوا هادشي ما يعنيش انه تماتت ماما عاد بغا يتزوج بيها السيد يمكن كانت يبغيها من شحال هاد من اللي طاحت ماما في الفراش ولا تتبالي هي المرادة والطار وهي اللي تلاق بيه عارفه شتي بغيه شتي يأكل شتي يشرب حوائجو تتصبنهم له يعني هي اللي قايمة به ايه واشا نقول لكم اخوتي تزوج بيها تزوج بيها تزوج بيها مور الموت ديال ماما بخمستاشر يوم بالضبط العزايا بقم تيجي وتيعزيو تيعزيو في ماما ويباركو له في الزواج دياله تتفاجئو الناس السيد تضحك من عينيه فرحان بالعروسة نسى اماما لي كانぉ تيبغيها وتيحمق عليها نسى اماما اللي نهار مرضات كان غايت سطا ودخل في اكتياب ونسى اماما اللي ابنت وعلات معاه ما نقول لكم فيعلن الحي ابقى من الميت وليني هذا الوضع اللي تحاطينا فيه صعيب صعيب بزاف ما هي يعرفو غير اللي يجربو وضبابا نخاليوه في الجنب ونذهب إلى طاطا حافظة طاطا حافظة التي كانت تحمق عليها وتتحمق على أختي كانت تعيط لي غير كبيدة ديالي الحبيبة ديالي الشحيمة ديالي وقالت تشوف فيها غير بنص عين تخيلوا وقالت مرت الأب ومرت الأب ديك الصعيبة غيرت المشي عندها تبدأ بابا ينقر عليها تقول لي تشوفي إما ستقدم طاطاك حافظة إما سنقوم معك شيئا ما ستعجبك يعني تتعمر عليها بهذا المعنى وأنا نعرفها ونحس بها سافي شفت تعيط بقيت تقول من اللي سنأتي في الووكند نمشي عند جدة حسن لي وذلك اللي كان وسحبت لكم هو تهول ولا تقول بنتي ماجاتش ولا بنتي سعطلت عليها وفينا هي ماما التي ستقول هذه الهضرة جاءت تحت الطراب ما بقيت تحت تسول عليها تنجي في الووكند تمشي عند جدة وعند خوالاتي تنبقى معهم الحد تمشي في حالاتي مكاين لا تسول لا تقول لا تقول فينا هي مصدع صافي قرروا لكي لا يأتيوا تزوجوا وتشقوا وحياتهم تليفون تحضروا مع بابا مرة مرة وتحضروا معي أنا وصافي أما جدة وخوالي وخوالاتي بالمرة ضرب عليهم بضربة واحدة حيث ترى حشمان أصلا لا يصلاح ما يقول لهم يقول لهم تزوجت على بنتكم نهار 15 يوم وقال الله وماما بقاش نظر معهم قاعون تهن أما هي ولداتها وعائلتها وتركتها ورحت الشحمة في الشاقور ديالها ومعمرين دار ديالنا أي دارنا ومعمرين هالناس وحنا خاوينها والمثال تقول إلا مات الأب توسد الركبة وإلا مات الأم توسد العتبة ونحن ملقينا اشتاء العتبة نتوسدوها وهذه هي قصتي وهذه هي حكايتي كانت معكم أختكم هودا شكراً للمستماع ديالكم تسمعوني في قصة جديدة وباسلام عليكم